حلوة البدايات على رأي الهضبة والبداية كانت كأرواع ما يكون يعني حمنا نتكلم زي ما قلت لكم في بداية الحلقة كل أرقام الأهلي من بداية الموسم لغاية اللحظة اللي احنا فيها حقيقة كلها إيجابية جدا ومرضية جدا حتى يمكن أسرع مما توقع الأهلوية أو يعني معظم الجمعين الأهلوية حالة الانسجام اللي حصلت بين كولر وبين اللعيبة قدرات الموديل الفني اللي ظهرت بشكل سريع جدا مستوى لعيبة كتير جدا اتطور في فترة قليلة وطبعا الأهم حاجة طبعا بتبقى مرضية بالنسبة لوجهة نظر الجمهور هي فكرة النتائج ونتائجك العلامة الكاملة سواء في بطولة دوري الأبطال سواء في بطولة سوبر مصري أو سواء في بطولة الدوري خلينا نقرأ كده إيه اللي حصل طبعا مع كولارو في اللحظة دي زمالي بيبلغوني أنه أبو صلاح جاب أول ده في ليفر بول في قمة ليفر بول توتنهام والنتيجة بقت واحد سفر صلاح ليفر بول نقول لكابتن عامل حديدي وشك حلوة كنت فين من زمان أهلا وسهلا كابتن عامل نهار الدنيا تشجع ليفر بول في الدورة الانجليزية ولا ليك ميول وانتماءات تانية صلاح صلاح ماشي مع صلاح بس أنت قبل صلاح وليفر بول كان لك فريق معين في الدورة الانجليزية بتحبه برضو يعني كنت بتلاقي نفسك بتفكر في أسماء العيبة يعني العيبة كريستيان والحاجات اللي بتبروين أثناء كده معينة بتبقى أنت حابب تتفرج هما بيعملوا إيه بس مين أحلى فريق بمتاع الكرة في العالم أنداءة ومنتخبات قبل ما أدخل في الموضوع مين الفرقة اللي لما يبقى ليها ماتش بتقول أنا عايزة لازم أعود أتفرج برازيل هولندا برازيل هولندا برازيل هولندا برازيل هولندا تحب الكرة الحالوة أحب الناس اللي بتحضر بتعلم قبل ما أنت بتكون شغال مثلا كنت لعيب كرة بتتفرج كل واحد في مكانه وأنت بتحبه بتنتمي ليه أو مثل أعلى بالنسبة لك بتشوف بيشتغل إزاي بتقلده وبتحب تتفوق على نفسك بطريقة أنك تطور حتى معينة يعني أنا من الناس اللي كنت بعشاءهم في التكالنج والحاجة ده مالديني مالديني طبعا مالديني طبعا مالديني طبعا مالديني طبعا مالديني الصغير طبعا بالزبط وأنا بشتغل ده كنت أقول إيه تبما أقوم بيها هو بيعمل تكالنج تبما أقوم بيها تبما أعملها برجلال اتنين تبما أقوم بيها وأعمل هاجمة أنت عايز تطور نفسك فالتحكم في الجزء الحركي والعصبي والعضلي كان بيشتغل معك كويس أو في الحتة دي عشان أنت بتشتغل على نفسك فيها في مصر الحاجات بقى بتاعة ألعاب الهواء وزي ضربات الرأس كابت المار همام كانت مارين والحاجات الفردية وزي أنت بتتعلم كان أسطورة برضو إحنا كنا نتمرر مرة في أحد الأماكن في المدن السحلية وكان بيشتغل بالعالم من قلت الحداءة قبل كده الكرة تمشي في أي اتجاه حسب الهواء عما كنا نبلع في أي مكان أنت مهجيلك بنفس المواصفات دي كان بيعيشك الموقف سالبي آه بس بنفس الموقفات الإيجابية اللي في المباراة اللي هتحصل في المباراة بيجيلك من أي اتجاه بيجيلك حسب الهواء وتحتيك رامل بتشتغل بقى بأسلوب معين فخلاص بقيت موضوع بقى أنت بتتعلمه وأنت مدرب تعلمه للأجيال وتقول ده كان بيعلمني الكابتن مار همان فالولد الصغر بيقولك ده كان بيقول أن الكابتن مار همان بيعلمه وهو بقى بيعلمنا فهي تتوارس وأنت بتبقى حابب حابب الشخصية الكراكتر بتاع الشخصية دي وهو مش موجود وهو موجود وهو غايب بتجيب سرطه عشان أنت حسس أنك جزء من حتة منه صغيرة صحيح مين أفضل اتنين مدفعين في العالم دلوقتي يعني أنا بحس أن فانديك من الحد الجامدين جدا بس من الناس اللي كنت بعشقها في الحتة الماسك زنبروتا بتاع أرجنتين حتة المان بتاع إيطاليا الحتة المان بتاع حتة المان والنزول على الأرض قلبه جامد أنا بحب النواعي دي إيطاليا وإنت بتتكلم إيطاليا فتكر كانفارو بصراح فاميو كانفارو ونستا بص حاجة خرافية بس أنا بحب بتميل حتة معينة في مصر شوف أنا أترك كابتن مهر في أوروبا كان بستامب بتاع هولندا حاجة خرافية بستامب ده كان شكل الوحد ووحش وممكن ما تقرب منه آه ابعد يعني كده آه بتحب فيه ناس معينة كده كل واحد فيهم لو جمعت منه حاجة بقلعب مكتمل ومين أفضل اتنين مدفعين في مصر الوقت والله بص أنا مش عايز أقول حاجة برا الإطار يعني أنا ترهنت أفضل أربع مدفعين لا أنا ترهنت على متولي ومحمد أبناني أنا ترهنت على متولي من زمان وقلت من أحسن لعبة جات في طريق مصر بيحضر من تحت أميس كمان محمد أبناني بس بص على الاتنين انت محتار الكيميا لايئة هو بيبن حتمين نحل الشمال بيغطوا على بعض الكيميا الآلية بقت موجودة رغم أن هما ملعبوش مع بعض كتير ده كان رهان كولر برضو رؤية كولر يعني خلاص بص الاتنين بيحضروا النادي الأهل سهل الحتة بتاعة نص الملع ببدا لما حمدي بيجي ياخد من تحت أوي أو عمر السلية أو ديانج بقت هما بيحضر لك الجزء بتاعة نص الملع فبيقول لك ببدا لما بتيجي تاخد مني من التلت في النص سألتك السؤال أفضل اتنين مدافعين في مصر مش في الأهل لا أنا أقول من عايش أنا عارف نقول إيه أنت بتتكلم المدافعة المدافعة بأيه كمالياته بجد التحضير بجد المان بجد ألعاب الهوى بجد تسليم والتسلم التقطاع العكسية الجراءة مش هتختار حاجة معين من هختار حاجة معينة يجد ألعاب الهوى هقول لك الوينش يجد التقطاع العكسية هقول لك الوينش القوة فيها جزء من الغشامة هقول لك الوينش أما هقول لك الهدوء وهمسك واتحرك وبعقل وبحضر واعمل كلنا كنا بنول بدر بنون جيه عالج الحتة دي في خط الضهر ما هم لاتنين هم ولا عالج ولا حاجة ما هم طول عمرهم كانوا كده محمود مش محظوظ أنه أتعور ومحمد عبد المنعم لعب بكريت وأولا ما تصبح جاز لعب في الحتة اللي جوه بقى هو رجع ندل قلب جدارة رامي مكان موجود بيرجع من الإصابة بتحس أنه هو مش غريب مظبوط في حاجات معينة أنت الشطارة أن المدرب يطبع عليك يعلمك حاجات أنت تبع مستفيد منها دلوقتي بقى ياسر إبراهيم غصبا عني لازم هتعود أي من لازم هتغصبا عني هتعود المغربي لازم هتغصبا عني هتعود أنا عايز مواصفات متولي وعب منع الراجل عايز كده عايز الأسلوب ده عايز التغطية العكسية محمد هنا ملاعب جوه بقى ملفت للنظر أكتر من باكرايت يعني الراجل اكتشف له مكان جديد هو لعبه قبل كده بس ابتدى الحتة بقى بتاعة تقعب بدماغي وانزل على الأرض وانزل على تغطية في أوقات كتير جدا في باكاترايت مش في مصر بس في العالم كل تخش تلعب جوه تخش تلعب جوه تلاقيها من وراء قوي أحسن ما كاتبك يعني سيرجي راموس مثلا سيرجي راموس بدايته كان باكي مين مع ريال مدريد كويس لما لعب في القلب بقى واحد من أهم المدافعين في العالم كل كويس شوف انت وصلت له ان الحتة اللي في القلب الرؤية أوضح الخط أنا هاخد حاجتين السرعات والتغطية العكسية اللي جاية من الجهة التانية الخط ده أنا بشوفه أصعب حتة في الملعب طبع يعني أولا بدنيا مجهود كبير جدا ان المطلوب منك الميزان اللي هو عنده قدرات دفعية وعنده قدرات هجومية يعني وده ميكس صعب تلاقيه يعني دايما عملة ندرة شوية ممكن يعني المهاجم المطلوب منه أو البلاي ميكر مطلوب منه حاجة معينة دور معين آه فيه أدوار دفعية هيقديها لكن تقل كله في الملعب في ناحية الهجومية والاختراق والتهديف المدفع العكس الصحيح المدفع برضه كله مطلوب منه الأدوار اللي حاتك كلمت عليها دي والنواحي الهجومية ممكن يكمل فيها لو بيجيد ألعاب الرأس أو بيجيد التصويم من بعيد وانت مثلا جيلك كنت أنت وكابتن أبو الدهب معدوك وعتقب شوية سمير كامونة آه بعدين السامة وكان جمال السيد ومشير كنت برضو عنده سمير كامونة وعمر الحديدي ألعاب هاو تلاقيهم مكملين وهدفين وبيشطوا من بعيد فمطلوب منهم آه بس برضو مش دول رئيسي لكن الطرفين دول يعني علي معلول وأكرم توفيق طول المباراة زيو 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 ومطلوب منه كرصات واختراقات ومطلوب منه يرجع يدفع ويقفل على عيبات إيه لا فبيبقى مركز صعب جد بصوا سيد أحمد نقطة مهمة جدا نحن شوفناها في مباراة النيد الأهلي الأخيرة مع نز مالك التقطيع اللي عملها علي معلول في الكرة اللي في آخر مرة عشان كان فيه خطأ لعلي معلول في التقطيع العكسية باستمرار من الجهة اللي بيقى من جيات أكرم أو محمد عين وانت بتعمل تبقى انت وشك للكرة المفروض يبقى العكس يبقى قدية مصدر لمس للفروت عشان أعرف أتحكم في تحرقاته وضهري يبقى للمرمع عشان الرؤية بتاعته هي طرف عين اللي بيشوفه طرف عين بيرائب يعني بيبقى عندي اللمس للمرأبة والعين للتوقع هتبقى فين اي فيه ناس كتير قوي بتروح على القريبة عشان الفروت بيقطع طب هو لو رجع لو وقب بجنبه ورجع انت تطير ترجع بظهر كبير انت الأضعف فما نقرب ونفس يبقى في نفسه حتى لو هو طلع في الكرة وطلعنا مع بعض في فرص الحاجات اللي بيبقى فيها التحام يعني ممكن توصل للكرة الضعيفة ممكن توصل للمرمى ضعيفة تدايقه تزحمه فيها تخلي توجيهه مش سليم يعني مرة انا في المرات ماتشاط كنت حكيتها لكابتن ماهر واحنا بكونوا في السعودية وطلع تلعب الكرة بالدماغي فمش هلحقها انا عارف انه هيزبق خبطت دماغه بالكرة يعني دماغه الاول وبعدين هو خبط الكرة فقال لك لا بدماغي بدماغي عمر يعني انا خبطت رزال بالياردو خبطت دي دي لتحركت بسهوة تشال بقى رح في حتة تاني طب خليني اقول لك خليني اسألك سؤال اول المرتبط بالمركاتو الاهلي عمل كم صفقة السندي هو اللي احنا شايفينه او اللي تقال للناس اربع صفقات تلات صفقات تلات صفقات بنتكلم في شادي وبرونوسافي ومصفى ميس مزبوط مين قال كده انا عايز اسمع رأيك كابتن عمد طيب اول حاجة الناد الاهلي جاب صفقة من العيار الثقيل جدا سقطوا مبينوا مبين جمهور بالاداء اللي احنا شفناه بالتحمل والمسؤولة اللي شفناه في مرة الزمالك بالالتزام الهايل بالروح اللي كانت مش موجودة الاسم ما هو الاسم ده في اديهم في رجليهم انت بتعمل ايه انت هتعمل ايه انت فكرت في شوية خروج عن الخدمة الفترة بسيطة زعلت والدريت واستخبيت ومعارفش تتكلم ولا تقول في السيشال ميديا ولا الصحافة ومش عارف تعمل ايه احاديث ولا تطلع في ايه برامج اما رجعت تاني طب الاسد بتاعك اللي انت فردت فيه المدة ثواني بس ما حسبتها الصح او قلت بنت هيقر بنت لا دي عملت كرة جات كتيرة من اهم مسلمان انت دلوقتي اللعيبة هي دي امكانياتكو هي دي اللي بتنادل اهلي هو ده الكيان اللي انت المفروض بتلعب له بتنتميله زي ما بتضيف هو بيضيف لك انت بتضيف له اه بس العيبة ما اثرتش ما اثرتش ما اختلفناش يعني بس اللي احنا شفناه الالتزام التوجيه الروح احنا بيكلم في الروح هم ارتاحوا بس يعني خد مناف فكرة الضغوط المستمرة يعني حتى لو بدنيا اللعيب سليم وما عندوش مشاكل لا اجهاد ولا اصابات حتى لو ايه فكرة الضغوط المستمرة بدون توقف وبدون راحة وبدون قطرة على انك تفصل وتجدد دوافعك وتعيد تفكير وتحديد اهداف جديدة دي في حد ذاتها ما فيش بشر يستحملها مختلفناش احنا قلنا الكامع بني ادمين مش اجهزة قلية مختلفناش بس احنا بنقول ان اللعيب تنادل اهلي وجمهي تنادل اهلي هدي اول صفقة تبادل الثقة ما يبيننا احنا باتنين تاني صفقة مشيليانكون هو كان في عارة كان في عارة عارة سغيارة عارة سغيارة رجع انطبع داعش الناول شكلا موضوعا تركيزا على مصطفى شبير على علي لطفي على مصطفى مخلوف على حمزة علاء دي راية جديدة بالنسبة لي مشيليانكون شايفه صفقة كان في عارة عارة سغيارة كساب الفريق الاول ورجع الفريق الاول شايفه لما بييجي يكون ملامحو ده عايش في الناد الاهلي بقاله تلاتين اتبعين سنة ايه الحب ايه الكيميا الغريبة اللي طبعها عليه كيان الناد الاهلي في قلب الرجل ده ادي واحد كان في لعيب متفاكرك هتبتدي بمارسال كولر بصراحة في ناس كتير بتشوف انه انا في فرق ان انا باكل كتير قوي فرق ان انا هتحل باكل حاجة اه يعني انت عاست تبروز هنتكلم هاخدها واحد واحد كان عندنا اتنين اه في اصابة او في مستشفى واخدناهم اعارة الناد الاهلي بعد اما كانوا موجودين عندنا اكرم ومحمود متولي تمام بسم الله وعمار كمان لما يرجع انا هاخدها واحدة 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 ماشي انا قلت مش اللي ينقل انطباع عشان انت في جامعة صفقات المستشفى فقلت ادخل صفقات المستشفى مع بعض انت عايز تكمل المستشفى كاملة اه يعني مستشفى مع عدد عمار اه عمار طبعا برضو معنا كتير يعني وجوده بالذات في الفترة الأخيرة لو كان جاهز كان ورق طبعا عشان هو نهى وهو كويس قوي حقيقي اكرم والمفهوم ان انا مش بعرف هارك بتقابل بحاجة واحدة بس لعب علي واحد اتنين ثلاثة ايا كان الاسماء انا بحترم بس انا عارف امكانيات نفسي محمود متولي العقل والفكر والرزانة اللي احنا كنا عايزينها واحتمال ويعني وسقط الراجل في امكانيات محمود كفقت محمود للراجل محمد عب منام مش غريب عليك فهمت الدرس كويس هديت ما بقتش منفعل كنت بس خارج نطاق الخدمة في الانفعال سنة في التوجيه في الاعتراض ابتدت تركز في المباراة بس بقت حاجة اقصر من هيلة يعني كميتك انت ومحمود في حتة تاني ادي اتنين احنا كنا بنفكر نجيب بعد مغادرة بدري بنون للنادي الالي او خروجه في نادي تاني علي معلول الراحة انت كنت بس محتاج راحة الصفقة بتاعتك راحة اسمها صفقة الراحة انه يستريح بس قاله ديانج راحة نفسية صفقته النفسية ديانج ماشي كنت تلف انه الاسكواد كله جديد يعني كابتن عامل اقول الناس ماشية انا قاعد انا رايح بلجيكا انا رايح تلكيا انا رايح فرنسا انا رايح خلاص قاعد العروض اللي كانت بتيجي كتير او بيتقال انه في عروض اللي قاله ديانج الى حد كبير بتبرجل وتأثر وتلغبت نفسيا حمدي فاتحي عارق جوازه رجع عارق جوازه رجع وحقق المطلوب منه هو طول عمره عمود وضلع كبير منور ما شاء الله ربنا يحفظه من الاصابة يعني من اللعيبة يعني تعرف دايما احنا بنتدي سيزن نفسه جمهور يعني واحنا ديسنا مكسلين ديسنا مسخناش قوي لا لعندي ما ابدأ واحد هبدأ زيما نهي وفتمريني كده ما شاء الله ما شاء الله عمر السلية الراحة والهدوء والفكر وزي ما نقوله بقى ايه والتوجيه والخبرة الرجل اللي كان موجود علم وقال المعلم رجع تاني كان في اعارة شوية في فترة ورجع المعلم تاني أفشل برونو سافيو صفقة جديدة للبرازيليين نقف عند الصفقات الجديدة اللي الاول مرة تزرح بتشير تنادي يعني كل اللي انت قلت عليهم صفقات جديدة نوعا ما بشكل ظهورهم بمستواهم بتقلقهم لكن الاسماء اللي اول مرة تخش وتلبس تي شيرت النادي الاهلي هنتم تتكلم بقى على ايه المفيد اه محتاجة اسمع رأيك فيهم بس هتسمح لي نروح لفاصل أخير فاصل أخير وسريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عمر الحديدي للمتابع اللقاء طبعا مع رجمينا النهاردة كابتن عمر الحديدي ممكن يقول اللقاء ده اللقاء ده لو كان بيتم والكلام اللي قاله كابتن عمر الحديدي ورأيه فيه تقلق نجوم النادي الاهلي وشكل الأداء النادي الاهلي لو كان اللقاء ده حاصل قبل بداية الموسم طبعا الناس كتتبقى عضبارة جد والناس كتتبقى مش راضية جدا ومش مقتنعة جدا ومش هتشتري مننا حاجة لكن لما ده حصل بعد ست جولات في ثلاث بطولات مختلفة وكانت نتائج الاهلي واداء الاهلي بالشكل ده أعتقد أنه الناس اقتنعت بشكل كبير وصلنا وصلنا مع كابتن عمر قبل الفاصل للصفقات اللي الأول مرة تظهر بتيشرت النادي الاهلي هو وجهة نظره أنه فيه كتير من الأسماء اللي ظهرت قبل كده أو اللي موجودة على قوة قائمة النادي الاهلي يعتبرها هو صفقات جديدة وظهورها السندي ومستوى اللي ظهرت به مع تحت قائد كولر يعتبر صفقات جديدة وكلمنا على كتير من الأسماء اللي توهجت في بداية الموسم خلينا نروح بقى لي مرة تانية طبعا كابتن عمر براحب بك خلينا نروح للصفقات اللي أول مرة الجمهور خد بالك أنه دايما وانت بتبتدي موسم يعني طبعا بنابقى مستنين نشوف الأهلي عايزين يشوف فرقاتنا لأنها بتبقى وحشينة لكن كمان بيبقى في حتة زيادة شوية أنا عايشوا في اللعيبة الجديدة أنا عايشوا في اللعيبة اللي الأهلي عملت صفقاتهم فأنا مستني بالذات شادي مستني برونو سافيو بما أنه كمان أحط بين قسين كده الجنسية برازيلي فأنا مستني منه حتة زيادة مستني أشوف طبعا مصطفى مساعد لسه ما ظهرش لكن أنا شفت مصطفى مع منتخب مصر تفرجت على مطشاط منتخب مصر مع إسواتيني الولد عنده مبشر جدا وعنده كرة محترمة جاي إن شاء الله جاي بإذن الله رأيك إيه في الصفقات الجديدة ويبتدي خليها بتدي برونو سافيو لأ معلش في صفقة كده لسه جديدة جمدة أوي يعني لازم ياخد حقها هو الأول تمام كولر كولر نفسه إيه الصفقة دي بقى صفقة سويسرية بطعم ألماني بشخصية بهبة الناد الأهلي برضو تحس إنه هو عايش معانا من أول يوم دخل الناد الأهلي وبانت شخصيته هو بيبص على البرج ويبص الناد الأهلي من جوه قلت فيلر نفس الهدوء نفس الفكر نفس الكيميا وأولا ما عمل معسكر اليوم الطويل بس خلاص تنبقت بقى وتوقعت كل اللي هيدور جوه معسكر بناد الأهلي أكثر من رائعة في سلوكه في تصرفاته في كيميته مع العيبة في قراءته للمباريات في فريق تحليل أداء اللي هو مجنده اللي هو يشتغله على فترات راجل صريح ما بيقولش كلام في مؤتمر صحفي فض مجالس ما بيتكلمش عن حاجات معنا وبيتكلم في الصميم أنتو أولا ما أنا جيت بقى لي ستة سبع بيتكلمين عن عمدش الزمالك طيب والمشات كلها الراجل بيركز آه على بعيد عنده نظرة بعيدة شوية بس عنده الملف واحد واحد ملف الأولاني اتحاد المستيري ملف الثاني لإسماعيل ملف الثالث أصوان ملف الرابع أجي بقى المبارس الزمالك والصوبة شوف مش بيخليه نفسك تبقى مشتت على قد ما أنت مركز في قدام عينيك وبعد كده أنتقل للمرحلة اللي بعدها نيجي لسافيو إمكانيات وكرتو قبل ما تقيم اللي أنت شفته من سافيو متفق بقى اللي أنت كنت متوقعه مع صفقة لعب برازيلي بلاش نحط كلمة برازيلي في جملة كلمة برازيلي بقى الشعب المصري كله هيكلم عن رونالدون هو نمار الراجل بقى السحر اللي بيكلمه كرة وكرة بتستجيب ليه لا إحنا بنقول إمكانياته ولمساته أو لما تشافت هل مصير عنده أنا بالنسبة لي كلمة برازيلي معناها أنه حاجة مش موجودة في الدولة المصري أنا بالنسبة لي كلمة برازيلي يعني لعيب يقدر يعمل إضافة يقدر يوجد حلول كنا بنعاني في أن احنا نلاقيها قبل كده هل شايف أنه قادر يقوم بالدور ده تقييمك ليه آه جاي لاعب الدور ده جاي خلاص كميته لقيت مش أقولك المناخ والجو الجول بتعز زمانك طبعا توقع والفكر والاستلام والتوقع قبل ما يروح والوردي يحضرها مش أصدي مش أصدي على فكرة أنه جاب جول حل لا مش موضوع كده أنا بكلم على أنه لما صفقة جديدة تيجي تظهر في مباراة بتجيب لقب يعني مباراة بطولة ومباراة مع غريم تقليدي ويقدر يكون صاحب بصمة بصمة مهمة جدا يعني الجول ده خل الأهل يركب المطش بشكل كبير جديد طبعا أنا أقصد أقول أنه أثر الجول ده يخلي اللعيب يرتاح نفسيا يعني يجي بعد كده بقى يبقى مفيش لندغوط المحاولة تقديم أوراق اعتمادك تقديم أوراق اعتمادك بتيجي زي يا سوزح إمكانتك كويسة بيحليها إيه طرطة الفرح بقى هدف كميتك لايه مع الجماهير شكلها إيه هاقتنع بيك ولا لا إنت لما جيت لأهل يا كابتن عمر وإنت نزل أول مطش إنت بتبقى يعني نزل الملعب وحسس إنه يلا يا كابتن عمر وررينة بقى فاهم أصلي طبعا أنا بحطت في حساباتي طبعا بحطت في حساباتي حكتين مجلس إدارة ولجنة كرة جابت الراجل ده جماهير هتقتنع بإمكانياتك مدير فني لو جه ممكن يقتنع أو لا الثلاثة بقملايقين على بعض الثلاثة اقتنعوا بعد الثلاثة بقى عندهم هدوء وبقى عندهم ريلاكس معين في أداء الراجل الراجل اللعيب كويس لمساته كميته الراجل رقم عاشرة والراجل رقم حداشر بيلعب في القلب تحت الفرود وبيلعب ناحية الشمال يقدر ويقدر يشتغل على نفسه بس إحنا بنقول مع اختلاف المناخ والجو وتغيير أسلوب اللعب بين بوليفيا والبرازيل وفي مصر مع الوقت هتشوف حاجة كويسة زي ما صبرنا على فلافيو سنة ونص في حد كيميته سريعة بتليق بسرعة زي جيل بيرتو في حد بياخد وقت فهو خلاص قدم أوراعتماده احنا لسه في الأسبوع التالت ولا رابع مباراة للنادل أهلي بعد ما تشين التحديد مصير رايح جاي والإسماعيلي وأسوان يبقى في مباراة الزمالك كده قدم أوراعتماده من الأوسع الأبواب اتبنى كمان فاطر التوقف دي يشتغل يعني مع كولر من ناحي البدنية عنده ممكن تفرق معاك كبان كتير يا كابتن ممكن صح الراجل بان عليه الشغل ده على ديانج وعلى حمدي وعلى السلية وعلى طهر أيوة ما ليس أقولك هو حسن الصحراء أنا خلاص لك كابت ليه طهر كان بيبقى متنشن وهو في الأداء لا بقى بيترجم كل شغله للتسعين دقيقة للمية وعشرين دقيقة بعمل جزء كبير جدا بتوجهات مدير فني بفكرة وتطوير من طهر بانسجام وكيميا لايقى ما بين مدير فني وأداء لاعب اللي يقولك أن طهر في مباراة أسوان خطر الراجل مش هلاعبه في مطشة زمانك مستحيل لا أنا عايز أدخل حد داني لا ده راجل مقتنع بإمكانياته ونزله وعمله وقداله وبعد كده قال له الفرس التاني يجهز الفرس المرسون الجديد كريم فؤات بسم الله ماشاء الله الراجل مركز ممكن أقولت لحداك في الفصل أي ملعب فينا بيباعد برا بيركز على حاجتين ممكن أكون كويس قوي قوي زي ما أنا ظهرت في مباراة الإسماعيلي لا الراجل عارف هو بينزله إمتى وياخد منه إيه لا ده أنا المفروض أنا اللي هايل بقى ده أنا اللي بجيد الحتة الهجومية وبجيد الحتة الدفعية لا الراجل عارف إمتى ينزلك وإمتى ياخد منك وإنت في نفس الوقت قاعد مركز للي هو بيطلبه منك وبيشرحه لك ده الشغل الشرح أما شغل الأداء عملته في التمرين التمرينك زي المباراة الرسمية ما عندكش ما بتفصلش ما بينهم زي أكرم في حاجات كده إحنا شفنا كريم فؤيد شفنا طاهر شفنا سافيو عشرة وعلى جنب حداشر شفنا فرويد بنقول عليه طلقة بس بيعايز يعمل كل حاجة في وقت واحد شادي حسين عايز يعمل كل حاجة عايز يقطع القريبة عايز يصدد برجل اتنين عايز يصدد بليمينه بالشمال ويروغ وق كذا حاجة هتيجي هتيجي إحنا شفنا ندلالي عنده حاجة أصدر نحمد مهمة قوي أولا ما الهوف بيشتغل من ناحية الوينج رايت أو الوينج ليفت أول ما بيوصل ما بيفكرش بالعرض بيفكر اللي جاي من تحت اللي هو بيعمله خلق مساحة الفروت فيها إذا كان شريف إذا كان شادي إذا كان حسام خلاص دي شغل ده شغل مدرب عشان إحنا على مدار السنين ما شفناش حد بيعمل دي كتير اللي أيام بركات يروح لغاية الخط ويعملها بالوران لمتعب أو لابوتريكة أو لأي أن كان من أو لبلال أي أن كان من اللي في الوقت ده شفناها على فترات بسيطة أما دلوقتي بقت أساسيات أولا ما وصل أفكر في التلاتة القريبة أشيلها على البعيدة أفكر اللي جاي من تحت كريم بيعملها حلوة قوي عملها عملها لشريف مرة وعملها بشادي مرة يعني يبدو أن الرجل مركز جدا مع كريم في الحتة ريال مدريدة مما اشتغلت أهام كريستانو بنزيمة كان كريستانو بيوصل بيدور على بنزيمة اللي قادمونا من الخلف وخصوصا أن كل البكات بتبقى جارية على أنت بتبقى فاكر بتفصل الكورة ما بتبصش للخصم اللي أنت ماسكه أو للمان اللي معاك أنت ببص للكورة بس هو في الوقت ده الشطارة بقى بعمل فنت وباخد خطوال تحت الفرود سأتا بيبص هتتشال فين على القريبة أقطع ولا هتتعاب لو رزميلي يغطيني يبقى أنا هفكر في حاجة واحدة عيني على الكورة أما لو أنا بصت على الكورة مع اللمس اللي هو جزء الحركة بيني عشان أبقى عارف الخصم بتاعي فين لا ما بقاش فايا تركيز كتير خليناك أروح معك لشكل منافس يعني يبدو أنه يبدو ده مش أكيد يبدو أنه المنافسين الرئيسين للأهلي في المواسم الأخيرة بدايتهم متعسرة شوي يعني بيرامدز بيعاني سواء في الدوري أو في أفريقيا الزمالك خسر قدام الأهلي في السوبر اتعادل مع أمبي في الدوري يبدو كمان أنه في مشكلات يعني يبدو أنه في مشكلات لكن في النهاية أنا بيهمنيش غير نفسي الناحية التانية بشوف بيمكن مرتبط بالمركاتو أو بس بحلوة البدايات أشوف أن داية تانية قادرت تبتدي مشوار الدولي بقوة جديدة زي الاتحاد السكندري الحقيقة شفت له تلت مطشاط يعني فرقة محترمة جدا وعنده عامل مركاتو كويس شفت لهيبة في الملعب تقيلة تقدر تقول الاتحاد السنة دي شكله مختلف المحلة طبعا جاي برضو يعني عامل عروض كويسة هل شايف شكل المنافسة في البطولة المحلية السنة دي هيختلف هل شايف أنها أسهل من المواسم الأخيرة أصعب من المواسم الأخيرة أصعب من المواسم الأخيرة اللي فاتت كلها اللي بيفكر دلوقتي أنا مسميه دوري 2022-2023 اخطف وجري ما فيهاش كلام ما فيهوش حاجة تانية الاتحاد رئيس نادي مدير الرياضي كتب محمد عمر فكر إزاي يجيب صفقات مدير فني عايز ينجح في مصر أول مرة سربي لعيبة تقل عليها رئيس النادي والمدير الرياضي زي هشام صلاح زي مروان عطية كم اسم زي أحمد عادل ميسي كم اسم انت بتتكلم بقى على أسطن أموته ومبلول الرجل بيشتغل بفرود واحد ينزل فرود تاني يقلب المبارزة مبارزة الجيش ويحول لتلاتة واحد ده شغل مدرد هتيجي تقول لي على المحلة من اتعصرت السنة اللي فاتت عشان مستني مبارزة عدل عشان تخليني في الدوري طب ما أنا بالألم أكبر كدر ممكن من النقاط عشان تريحني في الدور التاني أنا مش هنفس على الدوري بس طول عمر المحلة كنت أنا موجود من التلاتة الأوائق ممكن أقول لك يعني بقولش نفسه على الدوري بس بقول أنه يبقى في مربع زهبي أنت لسه عندك فيوتشر مجاش لسه عندك بيرامدز أعتقد هيصح أوضاعه أقول لحضرتك زاد على فيوتشر أن دخل كونفدرالية زاد على بيرامدز برضو كونفدرالية وقبل كده وكان موجود عايز يكون البداية بتاعتك شكلها إيه في حد قبل ما أقول أن هم ممكن يبقى عن دوم تعصر ما أنا أقول أن النادي بتاعي هو اللي فاي أقول النادي الأهلي اللي فاي مش همليش دعو بيهم أنا هتفرج عليهم بس أكيد مليش دعو بيهم بس أنا بكلامك على بسوق بطولة الدوري بطولة الدوري النادي الأهلي بدي شكل المنافسة شايفوا هيبقى مختلق السنة اللي فاتت كالأهلي وزمالك بيرامدز هم اللي بس قدام وفرق كبير جدا لا هقول لك حاجة نوافع نصر الأهلي من الأول بداية والله عن نار خلاص لا نار احنا برضو السنة اللي فاتت كابتل عمر افتكر كده سيزين اللي فاتت بس مش بالشكل ده مش بالتركيز ده لا 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 اختلف معاك السنة اللي فاتت ما رحمتش كويس يعني أول خمس ست أول ست مطشوات الأهلي علامة كاملة كويس 18 بنت من 6 مطشوات ايه اسكورات اسماعيل أربعة واسموحة أربعة وزمالك خمسة وقرمت ثلاثة بعد كده حصل حاجات كتير جدا خارج عن الارات ضغوط انا مش عايز مش هنخش فيها اه يعني انت انت اجهدت واتظلمت وكاس عالم لعابت ومن غير نص لعابتك واتحاد المصري واتحاد الافريقى واتحاد الدولي باعوك وخنوك خنوك خنوك ورغم كده رحت وقدت وكسبت منتريه وكسبت الهلال دولي الأبطال وقصة الودات انا مش عايز افتح الاجهاد والاصابات والتحكيم ضغط من كل الجوانب انت ما ترحمتش الموسم اللي فات ويمكن لو كان موسم طبيعي يعني كان فيه فترة اعداد وكان فيه فترة راحة قبل الموسم كانت النتيجة اختلفت تماما برضو لكن في النهاية قدر الله ما شاء فعل لكن البكالة فيه انه برضو برضو بدايتك سنفات كانت مكتشوحش بالعكس كانت هيلة هستأذن حضرتك بقى هنا استطب بسيط ان نبادئ السنة دي زي ما بدأت السنة فاتت نار وضاغط والعالمة الكاملة بس مش هفرط في حاجة مش هاجي على بطولة على حساب بطولة لعبت اهلي دورة عام الثلاثة بونت لعبت افريق الثلاثة بونت لعبت كاس مصر الثلاثة بونت لعبت كاس الرب الثلاثة بونت مش هفكر في حاجة تانية غير الملف في وقتها طيب مش هرحل ملف على حساب ملف التوقف ده ممكن يبقى فيه مميزات وفيه عيوب يعني التوقف ده فيه ميزة ان انا اعرف اشتغل اوصل فكري اكتر تمام المدبة زمينة اللي جيت فيها ما تلحقش يحصل اي شور لعب ست مطشاط هقراهم اطلع الحاجات اللي ما عجبتنيش واشتغل عليها والحاجات اللي عايز ازودها ازودها فيها نقطة وفيها نقطة سلبية ان الفرقة كلها مش مكتملة عندك عناصر دولية مع منتخبات سواء معلول مع تونس او اللعيبها مع منتخب مصري بس ممكن اطلع بالها بمكاسب كتير وخصوصا وخصوصا ودي اهم نقطة اسمع برضو رأيك فيها فكرة ان انا ادي فرصة للي ما ظهرش للي ما شاركش للي ما خدش مساحة يقدم فيها نفسه الصداع بيبقى في دماغ المدير الفني في ان اصد احمد اما يكون عندي كل اللعيبة شبه بعض اللعيبة كلها كويس ده من الصداع دي احلى حاجة في الدولة ايوة احنا بنسميها احنا صداع عشان اختر حضاشر عشان اختر خمسة احنا هنقول النادل اهلي من اول اما بدأ المسم ده ستة اسابيع كاملين في حوالي تمانية مفيش غبار عليهم تمانية مفيش اختلاف عليهم من اول الشناوي لغاية نص ملعب وخط دار تمام واحد او اتنين بنختلف يبدأ من مين على حساب مين حتى الغيارات بتبقى اسهل ما يمكن انت عارف الرجل هيشتغل ازاي طب لو عايزين نصع عبها بقى نصع عبها انك انت هتبدأ في فترة الراحة دي والمنتخب شغال انت اللعيبة التانية هتظهر هو دي الصعوبة بقى كريم هايل بس انا عايز من طاهر طاهر ولا كريم سافي ولا عبقادر سافي ولا أفشا شادي ولا شريف ولا حسام ديانج ولا السلية وحمدي ولا واحد والاتنان يبقوا موجودين وحكوكة لازم يبقوا في الصورة ما نهو وشحات وكهربة لازم يبقوا في الصورة محمد أشرف وعلي معلول أكرم وهاني وكريم ورقفة ورقفة ومغربي شوف صح وحراس مرمى الشناوي وعالي وصف شبون وصف خلف وحمز علاء كتير بس هو ده لو رجعت بالسنين للتسعين كنا احنا كده فرقتين طول عربية في تونس بس معاك في رقيتين وفي رقيتين كبار وفي رقيتين تقال هو ده الشغل هو ده المشروع هو ده اللي بيبني فكر للنادي الأهلي الحتة دي يا سيد أحمد مهمة قوي إن أنا المشروع اللي أنت بتتكلم عنه اكتمل مدير فني محترم وفكري عالي وفكري احترم وأداء وانطبع على اللعيبة اللعيبة بتنفذ وكل واحد بيقدم أوراق اعتماده عشان قول للراجل أنا موجود مجرد أن أستاذ أحمد بقى في الملعب أو لما بيغير وزميله بينزل لازم بقدي أفضل مما هو قدى مما هو انتهى أنا ببدأ مش هبدأ من جديد يمكن قلت لحد داك جملة في الأول المعلم رجع في حتة كده معينة نفسية إنكما تمسك قديت نتيجة المعلم اللي هو أفشق أفشق تمسك كرة نص الملعب أه تمسك كرة تنقل تاخد الكرة من رجل للرجل الاستحواز بيشكله إيه سيطرة على مجردات الملعب نتيجة إيجابية تفوقك في المباراة أربع حاجات ونتيجة إيجابية مع أي أن كان الاسم اللعيبة أما بتنزل كلها تركيز من أول لما الراجل بيبقى في المحاضرة لغاية أما الغيراب بتشتغل وبيبقى اللي موجود أنا عايز أبقى كذا أنا عايز أبقى ملتزم بكذا أنا عايز أولا من منزل أقدي كل دا ويت بيدور شريط ميني فيلم في دماغ كل واحد هيبدأ الراجل وثق فيه هنا العلامة الكاملة بقى الناد الأهلي عنده تلات فرق مش فرقة واحدة عندي بدل الحل ميت حل نحن سنة اللي فاتت كنا بندور على حلول يعني هنقول اللي أخفقوا صوارش ميزوا أما محمود لها كتير زياد طريق لعب كتير زيما محمد محمود لعب كتير زيما أحمد سيد غريب لعب كتير في حاجات كده زيما محمد أشرف انت عرفت هنا بيه من البطولة زي دي من البطولة أول حاجة في الربط وبعد كده مع صوارش هو ده كريم فؤاد ظهر نبزة من كريم فؤاد مع صوارش ظهر تقلق مع كل اللي انت بتقوله ده مع كل اللي انت بتقوله ده أنا متفق معك بنسبة كبيرة جدا فيه لا لا مية في المية صحيح أنا هنسيب النسب مش عايزين نزم لا نتفق مش عايزين نختلف مية في المية كابتن عمر لكن خلينا أقول برضو أنه أنا لسه طمعان شوي أنا هو يعني أنا بتكلم بالسان جمهور لسه طمعان في صفقتين ثلاثة يعني أتمنى هي هو هنا المسرح المسرح بقى ظهر للراجل وهو هيقول أسألك أنت بقى أسألك أنت أنت عندك صفقة واحد كده بسم الله الرحمن الرحيم صفقة محترف خمس أجنبي ممكن ممكن مش معلومة أقول احتمال ممكن يطلع حد من الخمسة الأجنب في الميركاتو الشتوي فتبقى محتاج صفقتين أجنب تدعم بيهم الفرقة بلس أنه أكيد الأهلي بيفكر في لعب على الأقل تحت السن أجنبي برضو وليه لا ما يكونش معهم برضو صفقة أو اتنين محليين لو في حد نور قوي وهسمع منك برضو رأيك في اللعيب اللي نورت في الدوري محدش يعني محدش كان متوقحهم أو ظهروا في الثلاث جوالات اللي فات تدعم الأول مراكز تحدد لي شايف المراكز اللي تفكر أنك أنت تقول المركز ده محتاجة زق فيه بلعيب بيارتي إي لإيه عايز صنع ألعاب عايز صنع ألعاب عايز ناحة هفلفت دول احنا كان في الأجانب انت دول دول صنع ألعاب و هفلفت صنع ألعاب و هفلفت فكرشه قدام عايز فيرود دبابة عايز فيرود بمواصفات معينة من ربع فرصة جون لو هتجيب صفقة واحدة تجيب فين فيرود فيرود كل دول يقدروا يعملوا الشغل ده و مع شغل الراجل فيرود يشتغل أنا عايز فيرود تمام بمعنى كلمة فيرود 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 تايم أما بيجيب فيرود قوي جدا جسمانيا سرعات هدر من أقل فرصة بيجيب جون هو ده المطلوب دلوقتي المدل تمام ولو هتجيب لو اسمع رأيك في الثلاث مطشقات أنا عارف ثلاث مطشقات مش 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 كفاية هل شفت العيبة ظهرت في الثلاث جولات يعني رفت ونظر كابتر عامل الحديدي هقول لك مروان عطية تحاد هشام صلاح تحاد برضو الدبابتين اللي مش طبيعيين قسطن أموتو مبلولو أنا عايز أقول فرقة المصري إزاي دمشي إزاي دمشي الناس بتسأل اللي يقول لك ده زاد في الوزن زاد في الوزن إيه ده قوة عضلية الدبابة بشرية ماشية بسم الله ماشاء الله قوة اللي بالله وبوك هنتكلم باك بالزبط مش باتكلم على ان هو أفريق اللي لفت النظر ايه الإمكانياته يعني فوق في حتة تانية لو جيت كورينت في حتة تانية في فيه فيه اتنين لعيبة أنا شفتهم واحد في مطش الزمالك وأمبي أنا مش فاكر للأسف الشديد للأسف الشديد مش قادرة أفتكر اسمه بس التغيرة لنزل اللي عملها وسيطر عشود التاني لغاية لما سجل لعيب نص ملعب هايل بصراحة بس للأسف الإسم rachman تحت السن ايه ده تحت السن لا لا لعيب كبير كبير يعني لعيب كبير بس أصمراني كده ويعني حتى وزن باقي يبين زايت شوية لكن ما شاء الله إرأيته للملعب كنتروله على الكورة بساته وتحركاته لعيب هاي وفيه لعيب في الداخلية اسمه زيزو نمرة سبعة باك شمال طب هقولك مفاجأ ده مش باك شمال ده كان عنده كفتة كفتة أهلي النصر كان بيلعب تحت الفرود تحت الشمال لعين كورته باينة ده مش باك شمال حتة هجومية وحتة دفاعية باك شمال بيكيف كورته كويسة كورته عالية يعني ده لو اشتغل بدني شوية هتاخد منه الحتة اللي انت عايزها بص 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 يا سيد أحمد اي باكلفة هتفكر فيه هتحط الكيان رقم واحد علي معلول عايز بقى اكتر من زيه عايز اكتر من علي زي علي بالزبط أقل من كده لا محمد أشرف مع الشغل يبقى اللي انت بتطلبه المواصفات اللي انت عايزها مبشر رقفة خليل بيلعب في كل حتة في المال رقفة خليل مش عافي يعني ممكن يتوظف هنا في الحتة دي ويلعبها هو إمكانياته كراكورا ما حدش اختلف حاليا هي دي بقى نوعية اللعيب الجوكر اللي انت تقدر تحط في كل حتة في كل حتة انا حيتلفنا حتى كورته ورجليل اتنين شغلق خلاص بسم الله مطرر أسأل سؤال مهين التحكيم ايه شايف التحكيم السندي فيه كلاتنبرج السندي احنا عدنا نقول بنجيب خبر أجانب وبنجيب مديرين فنين في الاتحاد أجانب وبنجيب مديرين فنين في المنتخبات والأنداء أجانب طب ليه مش 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 يبقى مشرف على التحكيم أجنبي فجاء جي كلاتنبرج هل شايف انه في في حاجة جديدة على الصحة القروية في مصر بتقولك ان المباراة مجرد ما بتخسر يعني بتخلص المحلل او مارك كلاتنبرج بيحلل الموقف اللي احنا قلنا عليه ليس بك من هو بيشتغل ازاي انت شايف ترجمة ده في الملعب في شخصية في مستوى تحكيم في شخصية للحكام بينا في الملعب كويس جدا ما بناخدش وقت في القرار ما بتاخدش وقت ان كرة على الفار فيها ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا عشر دقايق ولا سبعة دقايق ولا خمس دقايق ما بتاخدش وقت حتى لو خدت القرار بدارة الجزاء ما بترجعش للفار بتبقى انت متأكد وانت بتوصل وبتشاور على ضربة الجزاء او الفول في حتة معنا الكلام على السماعة بتديك رد في وقتها ما بتاخدش وقت كتير بصد انا كان نفسي اخر كسؤال معايا قدرة الاهلي على المنافسة افريقية الورع بتاع الدولي الابطال تأسيمة المجموعات هتحصل يوم 16 فخلينا نستنى الورع وبعدها نتكلم عنهم شكل المنافسة لكن ان شاء الله طبعا الله يا سحمد احنا بنلف في اي مكان بنروح فيه بنشوف العيب كويس بنقوله للناد الاهلي طبعا اي العيب اي العيب بنفكر فيه يعني انا شهدت مجروحة في ابني بفكر ان انا واديني للناد الاهلي عمر اشرف محمود الخميس بفكر في كذا العيب عمرس الناس صغيرة ان هديها للناد الاهلي عشان هو ده المطلوب منه نتقابل تاني ونتكلم كابت العمر الكلام معك ما بينتهيش نورت الدنيا وشرفتنا حبيبا السحمد شكرا شكرا لك وشكرا لك على المتابعة بكرا في نفس المعاد السادسة دايما على شاشة الاهلي تحياتي لكم